تعالوا بينا نبدأ بإمام عشور خلينا نبدأ كده إيه سخنين ونبدأ بالواد إمام عشور كلنا عارفين إن إمام عشور فوق الجميع فوق الأهلي وجماهير الأهلي وقيموا مبادئ الأهلي اللي هي راحت في الوبة مع هانادي إمام عشور حدش يادر تكلمه في النادي الأهلي تحس هو صاحب النادي الأهلي اشترى تمليك وراح سجل الأهلي في الشهر العقاري وبقى الأهلي ده ملكية خاصة لإمام عشور ليه يا عم محمد ايه اللي حصل في صور وفيديوهات راحت للكابتن خالد بيبو مدير الكرة النادي الأهلي إن إمام عشور وصلاح محسن كانهم أو مش كانهم هم بشكل مستمر بيسهروا في أحد القفيهات وقاعدين عادات وبيتأخروا الفجر وحاجات يعني ده بالنسبة لعيب الكرة يعني اسمه عدم التزامي فالكابتن خالد بيبو بلغ المسؤولين قال لهم الوضع واحد اثنين ثلاثة وعقبوا صلاح محسن ومسافرش أو مدخلش في القايمة بتاعت كأس العالم للأندية ولم يعاقبه إمام عشور ليه لم يعاقبه إمام عشور عشان محدش يقدر يعاقب إمام عشور انت عاوز حد في الأهلي يجرؤ إنه يعاقب إمام عشور انت عاوز حد في الأهلي يجرؤ إنه هو ده بيخرجوا بالعفية من لما بيكون مستوى وحش امام عشور اسوأ لاعب وسط الان في النادي الاه يعني ديانج ومروان عطية وقفشة والله العظيم مستوى افضل بكتير من امام عشور حتى عمر السولية لما بدأ يرجع اكيد هيكون افضل ولكن امام عشور هو صفقة لازم تنجح عارف لما زمان كانوا بيمسكوا الوزة ويعودوا يزغطوها الوزة تبقى مش قادرة تاكل ويعودوا يعني كان سيدت الله يرحمها تحط الوزة تحت رجلها لما كنا بنرب تيور بقى على السطوح فوق وكنت لبس البجاما كده الكستور المقلمة كده كلنا عيشنا الليام الجميلة دي وخاصة ان احنا كلنا اكيد معظمنا تربى في مناطق شعبية وبنفخر ان احنا من مناطق شعبية فاكت سيدت الله يرحمها تحط الوزة تحت رجلها كده اقول لها سنتي كفاية هتموت تقول لي اسكت انت مش عارف حاجة وتقعد تزغط الوزة اقول اهلي امام عشور بالنسباله هو الوزة هم بالعافية هينجح وبالعافية هيبقى كويس الولد مستوى وحش هيلعم الولد مش منضبط هيا لا هو حلو هو احنا بنحب اللعبة بتاعتنا تسهر في الكافيات عشان خاطر نوع من انواع نشاط اجتماعي نشاط اجتماعي حدش يقدر يكلم امام عشور خالص خالص عارف عدل امام خالص خالص حدش يقدر يكلمه امام عشور ده في العلان يابا طيب نسيب امام عشور مناش دعوة يا موهي خلينا كده ايه احنا ناز مناش دعوة يا موهي تعالى ندخل في موهي تاني موهي تاني بتاعنا كله بلاوي يعني موهي ازا مالك عاوزين نقول لاخوتنا بالشباب السعودي يعني زيزو مش للبيع زيزو مش للبيع ليه يا محمد زيزو مش للبيع مش انت كنت بتقول ان افضل حل للخروج من ازمة نادي الزمالك المالية الخانقة علينا فلوس في الفيفا بتاعتنا الاسد اهو علينا فلوس ايه يا ابا تقعد لو عملت جامعية من هنا لبعد عشرين سنة هتقعد تسدد في فلوس الاسد اهو ايه اللي غاير رأيك اللي غاير رأيي ان انا عرفت اني الشباب السعودي عارض ستة مليون دولار على الزمالك اوكي ما احنا عارفين انت قلتنا قبل كده الموضوع ده اه بس فيه الشباب السعودي بيغري نات الزمالك يعني عارف ان الزمالك مش عارف بقى مين اللي قال لشباب السعودي انه ظروف الزمالك وحشة اكيد في حد مكرب من الشباب يعني من الزمالك عارف ظروف الزمالك وقال لهم على ظروف الزمالك او كده كده الزمالك ظروف معروفة يعني يصعب عكا فبعتوا الناد الزمالك زي مسج كده عبر وسطاء ان احنا مستعدين نديكم 6 مليون دولار دلوقتي دلوقتي هنحولهم لكم ونتعاقد مع العيب دلوقتي بس مش هنعلن حاجة دلوقتي هنعلن في يناير تاخدوا الفلوس ويتشبرقوا على نفسكم 6 مليون دولار وتدفعوا الغرامة بتاعت الفيفا والكلام بتاع الفيفا والحكايات والروايات تمام تمام حلو قوي تمام يلا والشكو حلو اخبار عجلة ايه والشكو حلو والله تمام تمام طيب جانا خبرين دلوقتي هنبقى نقولهم دلوقتي فالشباب السعودي المفروض انه عاوز يبعت للزمالك الفلوس حالا ويعلن في يناير يعلن في يناير حلو يا رجالة حلو يا رجالة انا بقول لمسؤولي الشباب السعودي يعني انا راجل بتكلم من وجهة نظري انا مش عارف انتم رأيكم ايه انا بقول يعني لمسؤولي يعني لمسؤولي الشباب السعودي زيزو ليسا للبيع اه يعني ستة مليون دولار ده يا باشا ده انت بتديهم مرتب للعيبة نص كمة عندك في الدوري السعودي مرتب مش بتشتري لعيب مرتب فيا باشا يعني احنا بالصلاة والنبي كده عليه الصلاة والسلام يعني ممكن نبدأ نتكلم من 12-13 مليون دولار وانتو في السعودية ربنا يا رب يزادكم من نعيمه بتشتروا العيبة باقل من كده و بتدفعوا اكتر من كده بتدفعوا اكتر من كده فبالنسبة ده بالنسبة لزيزو حلم حلم طب يا محمد ما انت بتقول ان زيزو هيقعد مع الزمالك الموسم اللي جاي اخر موسم وممكن يمشي فري وممكن يتبع دلوقتي خاصة ان زيزو عقده عالي انا باقترح على ادارة الزمالك تعمل ديل حلو مع زيزو تعمل ديل حلو تديله الراتب اللي هو بتعل فيها الاولى عشان زميله وقط اللبس ولكن يبقى ليه وضع خاص يعني الزمالك عنده اكتر من رجل اعمال زمالك ان شاء الله في خلال هذا الشهر او بالكتير في بداية السنة الجديدة زمالك يابع عنده ست رعاية طب ما زيزو يعمل اعلانات مع الست رعاية والفلوس اللي كان هياخدها من الزمالك ياخدها من الاعلانات يبقى زيزو مرضي يبقى اخد فلوس اللي هو عاوزها والزمالك مرضي دفع الفلوس الفئة الاولى عشان مفيش لعيب يقولك عاوزة جدد زي زيزو لا يا فندم انا بدي زيزو الخمستاشر مليون طب والفلوس الباقية بيعمل اعلانات انا مالي الشركات هي لطلباء نفسي نعمل كده ندينه اللي هو عاوزه ماشي اوكي وفي نفس الوقت الزمالك يحافظ على قط اللبس فرسالة المسئولي الشباب السعودي لا ستة مليون دولار احنا بنهزر وازيزو ليسة للبيع يعني لعيب مهم في الفرقة هنبني عليه ولسه هنتكلم في صفقة مهمة قوي ما يستروس يعني نص الملعب زمالك بيونه اتفاقه معاه ان شاء الله الدنيا تكمل على خير ولعيب هنبني عليه ومحتاجينه كونفدرالية محتاجينه المسم الجديد لو هنعمل فرقة كويس الكلام ده كله انما ستة مليون دولار ده لا حتى لو هنخدهم دلوقتي كاش لا انا بعتذر يعني انا بعتذر يعني يعني زيزو ليس للبيع يا فندا زيزو ليس للبيع طيب